السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور بلال عبدالغني إن شاء الله في الجزء الثاني من الجرافز هنتعرف على مصطلحات إضافية على ثلاثة تعريفات إضافية عن الجرافز على ثلاثة ثيروبز مهمة بالنسبة للجراف طبعا إحنا مطلوب مننا ضمن مادة النهائية للدسكريت بس المصطلحات الأسية للجرافز تمام؟ يعني section 10.1 و 10.2 مطلوب معنا من وحدة الجرافز على ذلك مش مطلوب إشي تاني معنا نبدأ بالمصطلحات أول إشي definition 1 العلاقة بمصطلح إيش النايبرز أو الادجيسنت متى بكون عندي two vertices adjacent لبعضهم البعض تمام؟ لو حكينا عننا vertex 1 و vertex 2 متى بحكي عنهم إنهم إيش يا شباب adjacent بقول لي بكون عندي two vertices UV آآ بكونوا adjacent لبعضهم البعض يعني neighbors لبعضهم البعض إسمه جي إذا كان بين يو و في عندي إيش إيش يعني إذا كانوا عبارة عن يعني واحد واثنين متى بعتبرهم إذا رسمت إيش خط بيناتهم إيش بيناتهم في الحالة هاي صار عندي إيش واحد فاصل اثنين تمام؟ واحد فاصل اثنين معناها إنه واحد واثنينين points ضمن إيش ضمن إيش 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 في الحالة هاي إيش باجي بحكي؟ إنه واحد neighbor لاثنين أو اثنين neighbor لواحد أو واحد adjacent لاثنين واثنين adjacent لإيش لواحد هذا الإج فلنسميه إيش فلنسميه إيش إيش فإي عبارة عن إيش شو بنسميه في مصلحات الجراف بنسميه incident إيش بنسميه incident يعني زي الخط الصاقط تمام؟ واحد من واحد لاثنين واثنين للواحد طبعا ليش بحكي من واحد لاثنين لاثنين للواحد لأن الإج هذا إيش يا شباب undirected undirected ما إلو تجاه ما إلو سهم أوكي؟ هنا بقول لك إذا كان عندي توفر تسيز يو في يعني هنا الواحد هو اليو والاثنين هو إيش الدي تمام؟ فبنحكي إنه يو والدي أو الواحد والاثنين connected to each other من خلال إيش من خلال الاجي اللي هو إي تمام؟ فواحد نيبر لاثنين واثنين نيبر لواحد المصلح الثاني اللي بيعتمد على إيش على تعريف الـ adjacent على تعريف الـ neighbors بقول لك مين هم الـ neighbors لـ vertex معين؟ بقول لك الـ neighbors لـ vertex معين اللي هم كله نودات المشترك معهم إيش بـ vertices أو متشترك معهم بـ edges هذا اللي قايل إياه هنا الـ neighbor لـ vertex معين ها هم إيش الـ neighborhood of edge of the اللي مشترك معهم إيش بـ edges تمام؟ لو حولنا نشرح على السرية لو حكينا عندي واحد هنا وهنا عندي ثنين وهنا عندي ثناثة ثناثة مرتبطة بأربعة واثنين مرتبطة عندي بخمسة تمام؟ وثلاثة مرتبط إيش؟ بستة بنيجي بنحكي من الـ neighbors تعون الـ 1 يعني بدي الـ neighbor للـ 1 بنحكي بكل اختصار الـ neighbor للـ 1 عبارة عن إيش؟ اثنين وثلاثة فقط اثنين وثلاثة المرتبط بطمحهم من خلال إيش؟ edges فالـ neighbors عندي بكونوا عندي الـ vertices ثنين وثلاثة فقط انا صح متصل مع خمسة واربعة وستة indirectly من خلال other vertices بس هذا اللي هم انهم يكونوا الـ neighbors اللي إيلي اللي هم مرتبطات معي من خلال إيش؟ من خلال edges فقط هذا مصطلح definition 2 او تعريف الثاني تمام؟ بقول لك degree over vertex ايش degree over vertex في الـ undirected graph الـ degree طبعا مصطلح الـ degree خاص بالـ undirected graph في مصطلح مصطلحات اسمها in degree out of degree أو out degree حنخذها أخرى شوية لها علاقة بالـ directed graphs نحن نستطيع نركز على مصطلح ايش؟ degree الـ degree ايش هو؟ بقول لك the number of edges incident with it except the loop at a vertex contribute twice to the degree of the vertex يعني طلعوا هنا الـ 1 مرتبط مع 2 و 3 اذا اكا شو الـ degree تاعته؟ 2 الـ degree تاعته ايه؟ اثنين لو جينا على 1 لو قلنا لك الـ 1 يلو علاقة مع نفسه loop هيكا فبنيجي بنحكي الـ 1 الـ 2 يجز هنا صح؟ يعني ايش؟ الـ 1 هنا اللوب بنا نعرف انها تحسب ايش؟ كنبرين لانه الـ 1 يلو علاقة مع الـ 1 نفسه تمام؟ فبنيجي بنحكي الـ degree هنا 1 2 و الـ 2 يحسب اذا الـ degree 4 طب بالنسبة لها 6 شو الـ degree؟ 1 يعني 1 الـ degree تاعته ايش؟ 4 6 1 الثلاثة لو حسبنا 1 2 3 3 الـ degree تاعته الـ 2 الـ degree تاعته هايج وهيج تمام؟ هاي بدنا نعرفها هذا مهم مصطلح الـ degree مهم بنسبة لنا حلو اخذ عليهم مثال يعني اذا ما فهمنا في مثال عليهم شامل الان على المصطلحات الثلاثة اللي حكيناهم الان على الـ definitions الثلاثة اللي شرحناهم بنيجي هنا عنا 2 graphs عنا graph اسمه G و graph اسمه H خلينا نكبرهم شوية أحاول هاشي نكبرهم كثير بقول لك بالنسبة لـ G بنا نحسب لك ايش الـ degree لكل نود بين النودات لكل vertex من هالvertex اللي عندي فلو جينا هنا خلينا نركز على G شو الـ degree عندي تاعة A 1-2 عندي 2 أجز الـ degree تاعة B بنعد مع بعض 1-2-3-4 وكذلك C وكذلك F كلهم أربعة لو عدينا الـ F هاي 1-2-3-4 عدد الـ أجز تمام لو جينا على D الـ degree تاعته 1 بس له أجز 1 لو جينا على E الـ degree تاعته 1-2-3 لو جينا على G لاحظوا الـ G isolated node isolated ايش node degree تاعته بتكون ايش هذا صفر الـ D برضو له حالة خاصة كونه متصل بس مع نود واحد من خلال H هذا بنسميه BENDANT بنسميه BENDANT يعني D بنسميه النود المعلق وال G بنسميه النود المعزول هاي المصطلحات هون isolated والBENDANT مش مهم تعرفها بس النود المتصل مع الغراف B H1 تمام أو النود المعزول اللي هم مصميات خاصة زي ما نقول لكم هذا بنسميه BENDANT يعني المعلق وهذا بنسميه ISE يعني المعزول تمام هذا ينطبق طبعا على A بس مش على A عاسف على H هنا بس الـ D تختلف هنا خلينا نركز على ثنتين محددات يعني لو جينا على H الـ D تاعت الـ A بنا نعدهن واحد ثنتين ثلاثة أربعة هايها أربعة تمام لو قلنا لك الـ D تاعت الـ B هي مميزة عن الثانيات تمام ديقري تاعت الـ B لو جينا قلنا لك ديقري تاعت الـ B بقول لك ديقري تاعت الـ B ستة طب كيف ستة عد واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي السلفلوب بتحسب إيش مرتين إذن الـ D ككل عندي ستة الـ C ديقري تعيتها واحد هذا بنسميه BENDANT تمام ادي لو عدينا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الـ D حتطلع عندي إيش خمسة تمام السي عندي واحد حكينا عنها الـ E واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تمام زي الـ B طب الـ neighbors خلينا نأخذ واحدة منهم يعني يعني لو جينا على إيش H بنركز على الـ neighbors تعون الـ H مين الـ neighbors تعون الـ A الـ A مين الـ neighbors تعون الـ neighbors برسعون هاللي مشترك مهم بإجز يعني الـ B و D هو إنàs يبرسعون الـ B حالي خاصة والله إنàs يبرسعون الـ B طلعوا الـ A مشترك محم ب-H تمام الـ E مشترك أنا محم ب-H D برضو مشترك محم ب-H أنا الـ C مشترك محم ب-H تمام طب الـ B طلعوا الـ B سلة لوب إذن الـ B مشتركة مع البي. البي إليها علاقة مع البي. ففي الحالة هاي بيكون البي ضمن النابر هد تع البي. هاي حالة خاصة. كونها سلفلوب. النود نفسها بتكون ضمن النابر هد تع ايش النود نفسها. يعني البي عبارة عن ايش. البي عبارة عن ايش. النابر لنفسها. السي كونها لحالة هيكون النابر او السي كونها مرتبطة بنود واحدة هيكون لها نيبر واحدة. السي نيبر تع حمين البي. تمام? هاي المصطلحات والمسألة هاي بتأهلنا إننا نحل مسائل لقدام هذا قزام بلتوبه منيش هذا على التطبيقات التطبيقات وأنواع الجرافز اللي حكينا عنها قلنا لكم اللي بنهايه 10.1 أنواع الجرافز وتطبيقاتها العملية ما بهمني أنا بهمني تعرف الجرافز والعلاقات الرئيسية هذا اللي بهمني هسا بهمنا هون الهاند شيكينج ثيروم الهاند شيكينج ثيروم بقول لك إذا عندك الجراف وهذا الجراف كان كان إيش إذا قلت لك إنه عدد الهاتجز إيش أم قديش عدد الهاتجز فيه أم فبالتالي شو بنستنتج منه إنه مجموع الهاتجز مجموع إيش الهاتجز لكل الهاتجز يعني لو جينا على الهاتجز وحق سبنا الهاتجز الهاتجز عندي إيش عشرة هذا معناه إنه سمميشن للديقريز إيش حيكون عندي عشرين تمام أوكي أو لو جيت قلت لك كالتالي نشرح بطريقة أخرى لو جيت قلت لك السمميشن أوف ديقريز لو جيت قلت لك السمميشن أوف ديقريز عسبيل مثال عندي السمميشن أوف ديقريز ستين هذا معناته إنه إيش هذا معناته إنه إيش عدد الإتجز عدد الإتجز معناته إنه عدد الإتجز يساوي إيش يساوي ثلاثين لأنه طلعوا أم ستساوي إيش ستين على ثنين وتساوي إيش ثلاثين بدنا نعرف إنه ضعفين يعني ثنين في عدد الإتجز يساوي مجموع إيش عشان نفهمها خلينا نأخذ عليها أكمل مثال نرجع للمثال هذا اللي هون بالمثال هذا بالله خلينا نشوف الدقريز ونجمحهم هس عدد الفيرتسيز لو نعدهم واحد اثنين امشي الفيرتسيز الاجز واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمام ثمانية تسعة كم عدد الاجز تسعة من عدد الاجز انا بقول لك من هسه مدام عدد الاجز تسعة اثنين في تسعة ثمنطاش هيكون عندنا ايش summation of summation of degrees تمام خلينا نتأكد هاي الا دقريز تاح اثنين البي عندي والسي والأف الدقريز تاحهم اربعة البي اربعة الاف اربعة والسي عندي برضو اربعة بالنسبة لدي دقريز عندي واحد بالنسبة لالي دقريز ثلاثة لو جمعناهم ثلاثة واحد اربعة واربعة 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 يعني صاروا ايش ستتاش ستاش واثنين ثمنطاش القاعدة شو بتقولي اذا قلتلك مجموعة دقريز لكل البرتسيز قلتلك ثمنطاش هذا معناه انه كم من اج عندك ثمنطاش تقسيم اثنين تمام اذا جيت قلتلك ايش اذا جيت قلتلك مثلا مثلا عدد الاجز بتطلع لي منها ايش الديقريز اذا قلتلك الديقريز الديقريز بتطلع منها عدد الاجز يعني خلينا نأخذ مثال عليها كمان صليني امحيها اذا انساها بمثال شوفتوا بتذكر تحت هون بقولك دقريز الديقريز 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 هاو مني اجز ار دير انا غراف واثنين اذا غراف عندي فيه عشرة وكل واحد فيه ايش الديقريز تعته ستة يعني اغراف عندك فيه عشرة وكل واحد دقريز تعته ستة يعني ايش معناها السمميشن اوف فيرتيس كل واحد ايش ستة يعني ايش ستين عندي تمام ستين هذا السمميشن اوف ايش هذا السمميشن اوف دقريز للي بقولي كل نوت كل فيرتكس طالع منه ايش ستة او الو ست علاقات بنفهم من الحكي هذا انه ايش قديش عدد الاجز عدد الاجز ايش تساوي اثنين ام يعني عدد الاجز ااسف ام بنطلح حسب المعادلة اثنين ام بتساوي ستين يعني الام هتطلع عنا ايش ثلاثين هاي لازم نحفظها مهمة هاي شباب هسا بقولك مراحبة هاي لازم نحفظها هاي هاي حفظ مهمة كثير بقولك اذا عندك undirected graph ها وكان في even number of vertices of odd degree او اذا عندك undirected graph بقولك كالتالي an undirected graph has an and even number of vertices of odd degree تمام شو معناها هاي اذا جينا على graph هنلاقي انه vertices اللي درجتهم او حادية درجتهم فردية عددهم زوجية عشان نفهمها خلينا نشوف الشكل هذا ها بالله خلينا نشوف اللي دقري تعيتهم از فردية هنا بجي خلينا نشوف اه اثنين ب و س و اف اربع هذا زوجي اه اه الدي واحد ال اي ثلاثة والجي زيرو احنا بيهمنا هذول قديش والله اثنين بيقول لك اللي درجتهم فردية بيكون عددهم زوجي وفعليا هاي هم اثنين تمام هاي هم ايش هنا اثنين تمام هاي هي الملاحظة اللي بدأ ننتبهي إذا قلت لك عندك اغراف ها عندك اغراف ها اه قديش عدد اللي درجتهم ايش يا شباب فردية بتقول لي دايما عدد زوجي لو قلت لك الدرج اللي اللي عددهم فردي مثلا خمسة بتقول لي غلط ما بيصير اللي درجتهم فردي عددهم خمسة بتقول لي لا لازم يكون عدد زوجي يعني صفر اثنين اربعة ستة وهكذا ما بيصير يكون اللي درجتهم فردية يكون عددهم فردي لازم يكون عددهم ايش زوجي هاي اثباتها بهمني اش كتير مش مطلوب منها كيف نثبتها هاي سيرو اثنين 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 اربعة طبعا ديفينش اربعة او ديفينش خمسة اه اللي هم علاقة بالديركتيد غراف اللي هم علاقة ايش بالديركتيد غراف اللي هم علاقة بالديركتيد غراف بقولك غراف والديركتيد ايش اذا ديركتيد غراف تمام مرتبطت مع اخر خوار زمي هنحكي عنها ايش او اخر نظرية اللي مرتبطة ايش بمصطلحات ديفينش اربعة وخمسة بقولك اذا عندي اج يو في ديركتيد غراف ايش يعني هاي اليو وهاي البي مدام عندي اج يو اذا اتجاه واحد في ديركتيد غراف هيك معنىها اذا قلتلك بي يو بكون العكس بقولك you said to be adjacent to v and v said to be adjacent to you بقولك when u v is in a graph with directed h edges with directed h edges you said to be adjacent to v and to be adjacent to be from you طلع وك بقولك هاي يعني تلاعب بالكلمات أن u adjacent la v تمام و v هو adjacent من الU تمام ولا لا باختصار افها مع علاقة انها UV انه ايش عندي الU الUH adjacent لH لV بشكل اساسي هذا بنسمي الU بنسمي initial vertex and V بنسمي terminal vertex بنحفظ هنا دول الU هو الانيشل والV هو الterminal بقول لك لما يكون عندنا ايش اللوب باللوب يعني زي كيف هيك اللوب باللوب بقول لك initial vertex والterminal vertex هم نفسهم هنا الU definition 5 بقول لك في عنده مصطلح in degree in degree of vertex V ومصطلح ثاني اسمه out degree بلاش علم علينا هكا عندنا مصطلح اسمه in degree ومصطلح ثاني اسمه out degree ايش ال in degree طلعوا انتبوها علي ال in degree ال in degree لا ايش لا بي لا بيرتكس اسمه هو number of edges with B with B as their as their terminal vertex تمام يعني ال in ال asهم يعني ال asهم او ال in جزء اللي داخلات جوه بي هي degree minus B تمام يعني لو جينا على A هنا بالشكل هذا شو هم ال in A شو هم ال in A اللي دخلات في A اللي ال A بيشكل ايش ال terminale vertex اللي هم خلينا نشوف ال A هذا واحد ال A عبارة عن initial هو عبارة عن terminal ومين كمان هذا لأ طالع هذا هذا طالع انا بدي لداخل هذا طالع هذا ايش داخل يعني ال in بقريلة A هنا يعني حتكون عندي ايش اثنين تمام لو جينا على B هون هاي ال B نشوف اللي ايش اللي داخلات فيه يعني ال B هو ال terminale فيهم واحد اثنين هاي هين اثنين لو جينا على السي اللي داخلات فيه هذا السلف لوب واحد اللي داخلات فيه بالله خلينا نعدهم هنا اللي هو final بالنسبة لهم لازم يكونوا ثلاثة مش اثنين اه ها مصبع هاي هون ديجري للسي خلينا نعدهم هاي واحد وهذا داخل فيه وهذا داخل فيه دائما ال in ديجري او ال minus ديجري هي ايش الاسهم اللي داخل جوه يعني اللي داخل جوه سي عندي واحد اثنين ثلاثة تمام ديجري لدي لازم تطلع ديجري لدي اثنين خلينا شو بالله يعني اللي داخل فيه هاي واحد داخل فيه هذا داخل فيه لا هذا طالع منه هذا طالع منه هذا داخل فيه اثنين بالنسبة لال ا بالنسبة لال ا خلينا نحسب هم اللي داخل فيه هذا واحد هذا واحد وهذا واحد يعني صار ثلاثة تمام هنا بالنسبة الان ديجري أو حتى لو بنوخذ الان ديجري اللوب ما بنحسب للا مرة واحدة. اللوب ما اكمل مرة بنحسب مرة واحدة. وين اللي بنحسب مرتين لما يكون عندي إيش لما يكون عندي دايركتت غراف دايركتت غراف يعني وين مرت علينا هاي هون. هنا ديجري تعته هذا عبارة عن واحد اثنين ثلاثة اربعة. والآيش واللوب بنحسب إيش مرتين. بصير ستة ديجري تعته هنا بالإن ديجري بس بحسب الأسهم اللي أنا داخلي عندي فقط تمام هس في عندي مصطلح اللي هو الآو ديجري الآو ديجري اللي 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 بتكون فيها إيش إنيشل إيش بتكون إنيشل يعني طالع منه ديجري بلس V يعني شو الخطوط اللي طالع شو الإجزة اللي طالع من V لا يعني لو جينا على A مين اللي طالعات من A طالعات منه يعني ال A إنيشل هذا واحد وهذا اثنين وهذا إيش ثلاثة تمام وهذا برضو السلفلوب هذا بنحسبه N و OUT هاي هذا أربعة كمان تمام فلو جينا على الآو ديجري للا A بطلعوا أربعة لو جينا على ال B اللي طالعات منه بس وحدة تمام لو جينا على السي اللي طالعات من السي بلله خلينا نحسبهم يعني هذا السي قدش لازم تطلع بلله اثنين خلينا نعدهم واحد وهذا اثنين مظبوط تمام ال D واضحة انه ثنتين واحد اثنين ال E كيف ثلاثة بلله خلينا نمحي هذور عشان نعرف نشتغل على على غراف نظيف فلجينا على ديجري للا E ديجري للا E هاي طالع منه هذا واحد يعني ال E initial هنا وهذا طالع منه واحد وهذا اللوب يعتبر N و OUT يعني بنحسم مع ال N و بنحسم مع ال OUT تمام اذكروا اذكروا معي ديجري بلس معناها ايش ديجري بلس هنا معناها اللي طالعات من الفيرتكس ديجري بلس معناها ايش الاسهم او الاتجزة اللي داخلات بالفيرتكس تمام ولا لأ اخذ تيرهم باننا نخذها بقول لك عدد الاتجز الاش ال مينس وعدد الاتجز الابلس وعدد الاتجز بشكل عام يساون بعضهن البعض الديجري مينس بي معناها ايش يا شباب الاش الان ديجري الديجري بلس معناها ايش او ديجري number of E يعني عدد الاش الاجز بشكل عام هاي ديجري مينس تمام هاي الان ديجري الديجري بلس هاي الاو ديجري طب كيف انه عدد الان ديجري يساوي عدد الاو ديجري ويساوي عدد الاتجز ما هي الان ديجري الان ديجري اه لحد معين الان ديجري لفيرتكس معين بتكون او ديجري لواحد ثاني طلعوا كيف عشان نفهمها ها كبرنا الشكل هذا اخذ واحدة مبسطة دي مثلا ادي ادي طالع منها ايش هاد وطالع منها ايش هاد التمام ولا لا هذولا هذولا بالنسبة لها ايش هذولا طلعات اوت طلعات اوت تمام بالنسبة ل اي هذا الاج هذا الاج هذا ان هذا ان لقي طلع اوت من ديا وان لقي طب هاي tvåط منه بس 투 Mul انف اون اون لك مجموع الان ديجريز يساوي مجموع الان ديجريز يساوي مجموع الان ديجريز يساوي مجموع الان ديجريز بشكل عام لانه الان لأشي بيكون اوت لأشي ثاني فإذا جمعنا الان ديجريز بعدين جمعنا الان ديجريز بعدين جمعنا الان ديجريز بشكل عام حنلاقي انه العدد نفسه العدد ايش نفسه يعني لو جيت قلت لك مجموع الان ديجريز خمسة بتقول لي بطبيعة الحال مجموع الان ديجريز حيكون خمسة ومجموع الاجز حيكون ايش عندي خمسة تمام اوكي يعني لو جينا هون على الشكل هذا عدينا مجموع الاجز لكل واحد يعني طالعوا كيف 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 بنا نشوفها هون خلينا نجمعها أنا وياكم ها بالله هلا الاي بنا نجمع الان والاوت بالله هجمع اثنين واثنين اربعة وثلاثة سبعة واثنين تسعة وثلاثة اطناش هون صفر يعني المجموع عند اطناش هذا الان دقري الاو دقري لازم يطلع اطناش بإذن الله اربعة وواحد خمسة واثنين سبعة واثنين تسعة وثلاثة اطناش وصفر اطناش فهونا جمعنا الان دقري والاو دقري اطناش اطناش تمام لو عدينا عدد الاجز بشكل عام انا وياك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اطناش فعشان هيك بقول لي مجموع ايش الان دقري مجموع يساوي مجموع الاو دقري يساوي مجموع الاجز يعني هون بمثالنا هذا كان ايش عشان نطبقه هون اذا عرفنا انه ان دقري اطناش اذا بالتالي الاو دقري اطناش اذا بالتالي ايش الاجز عددهم حكون ايش اطناش السمس بشل سمبل غرافز هذا مش مهم النا تمام بحكينا عن الغراف والأسايكلي الغراف والاندان منش الغراف واللاتس والانج كيوب هذا مش مهم بالنسبة لي المهم بالنسبة لي اخر اشي اللي حكيته البي بارتايت غرافز مش مهم بالنسبة لي المهم بالنسبة لي محتوى المحاضرة هاي هيك بنكون خلصنا اه سكشن عشر بوينتو وغطينا الشغلات الاسسية اللي بتهمنا بعشر بوينتو قاعد بطلع ما في اشي ثاني بهمني يعطيكم العافية وشكرا لكم وبالتوفيق